لأنها أقرت على مضض وبعد خلافات سياسية عميقة جاءت بدون خطة ولا منهج لذلك بدأت طعن بموادها من شخصية نافذة على رأسها رئيس الحكومة محمد سوداني الموازنة الثلاثية التي أقرت بعد انتصاف العام وقبل العطلة البرلمانية تتعرض لسيل من الطعون جاءت من قبل السودان الذي قدم طعونا باثنتين عشرة مادة وطالب المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ هذه المواد كذلك قدم نواب في البرلمان طعونا في أربع مواد أخرى معتبرينها مخالفة للدستور ولا تتوافق مع الخطة الثلاثية للموازنة كما أنها لا تراعي الحاجة الفعلية لكل مؤسسة ووزارة أثناء توزيع التخصيصات ويرى مراقبون أن مرد هذه الطعون إلى العجز المالي الكبير الذي بنيت عليه وزاد الأمر سوءا إتخام القطاع الحكومي بتعينات جديدة تزيد من نزيف الموازنة وتفاقم مشكلة الترهل الوظيفي والشلل الانتاجي في القطاع الخاص أطراف عدة بينها الأحزاب الكردية لم تكن راضية عن الموازنة وأرغمت على قبولها وما إن حانت الفرصة حتى بدأت بالمطالبة بتعديل بنودها لا سيما تلك المتعلقة بتصدير النفط ورواتب الموظفين في القطاع العام إقرار الموازنة جاء بظروف أشبه بالغامضة وذكرت بعض الأطراف أنها أقرت عن طريق الاحتيال حيث سلمت مسودة بنود الموازنة للنواب بينما النسخة النهائية من البنود لم تسلم إلا قبل دقائق من التصويت عليها ومرد ذلك بحسب مصادر إلى خشية الإطار التنسيقي من تفاقم الخلافات السياسية الأمر الذي يهدد استمرار حكومة السوداني الموازنة الثلافية غير المدروسة أصبحت عرضة لانهيار قد يخلف أزمة لا تقتصر تداعياتها على الجانب الاقتصادي فحسب وإنما ستؤثر على المشهد السياسي بالكامل اشتركوا في القناة